كبن علاقة شايف ازاي تبقى واخد حقك وزيادة وحتى الاخطاء اللي بتحصل في صالحك وطالع عمال توجه كلام وضغوط على حكم مباراة النهاردة وتتهمه كمان بينه اهلاوي هاي بص ايما هي بتبقى دي الحرب اللي برا الملعب وغالبا هو بيركز فيها قوي لانهو ما عندوش صخة في الحرب جوه الملعب فيبدأ يعمل ضغط على اسباب ممكن تحصل ان ممكن ده الحكم مش الحكم يعني كلام في علم الكرة الوقت بقت قديم قوي وما بتعملش على فكرة النتيجة وشاف ان الحكام حتة الضغط عليهم دي لا او شاف يعني المباراة اللي بتكلم عليك بتشوف الكابتل بانة اضارة بامتياز وعندين فيه فيه عنصر دايما مهم جدا افصل على الحكام ما فيش جماهير صح دايما اللي يبقى الضغط على الحكم مع جمهور نفسه جماهير ازا كان اهلي او زمال كيابت ما عاملت ضغط على الحكم لكن حكام المصريين في بعض بتأثر وفي بعض لا اللي شايفه صح بيحكم يعني المور 있으أل السابقة في بنال الحاسب على النادي الاهلي النادي الاهلي ما اعترضش لحاجة خالص تماما والصخة كاملة في الحكام النادي الاهلي ما هيبقيش لخطي الحكام لانه النادي الاهلي عنده صحف لعبته هو عنده الضغط الي بيعانى له في الملعب ضغط في الملعب حيجي عليه وقت تسعة ونص مالويش لازمه دي أنا عايز اقول لك حاجة احنا طول عمرنا طول عمرنا ودي سمت لعيبة النادي الاهلي حتى لما بنيجي بنعتارد على حاجة الاعتراض بيبقى بكل أدب في الملعب ده طبيع لا ده زكال لعيب أو إداري أو حتى حدي بيتكلم باسم مجلس دولة النادي الأهلي بتلاقي الموضوع أولا محترم جدا وطلع بالصيغة رسمية مش أي حد بيطلع يتكلم وده النادي الأهلي أيمان وهو النادي الأهلي غير حتة الملعب وكورة وبطلاط وهو ده النادي الأهلي في احترامه في أدب في تقليده في عدايته حتى ما بيجي يتكلم أو بفي حاجة عايز يعترض عليها ما بيطلعش واحد كده اللي واحده أنا بقول كذا لا 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 بتلاقي في مجلس دورة في اجتماع وتلاقي في بيان رسم بيطلع بمنتهى الاحترام وبيقدر الناس كلها عشان كده هو ده النادي الأهلي عشان توصل للنادي الأهلي يا أيمان الموضوع مش موضوع كورة وبطلاط عشان توصل لنادي الأهلي انت قدامك عمر كبير جدا عشان توصل لكهان النادي الأهلي نفسه ان الكلمة مش السهلة كيان النادي الأهل ده مش كلمة بيجيش كده مبيجيش على فكرة من سنة واتنين وثلاثة هو مجلس دارة لا 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 دي مجلس دارات متعاقبة وكله بيجي سبحان الله على نفس المبادئ ونفس الكلام بتاعة النادي الأهلي انك انت بتعمل كل حاجة عشان ازاي النادي الأهل ده في اعلى مكانة بغض نزنع اشخاص نفسها عشان كي بقولك هو ده النادي الأهلي اتكلم وهم كل حاجة لكن انا دايما رضي في الملعب. انا عندي سخب في الملعب. برا الملعب بقولك هنتكلم وسوشال ميديا ودينات قلب. لحد تسعة ونصف اهم الحاكم يصفر. صح. حداشر ده ده حداشر. تفضله. وخلي بالك احنا بنحترم جدا جدا. انت هو عمر النادي الاهلي. بيحترم ويقدر الحكام مصريين. وعمرك ما اتكلمت على الحاكم واحد. بقولك يا ايمن المباراة بتاعت كابتن بنا بقولك بنالتي مفيش حد تتكلم فيها. نزبوط. ما اني عارف لو كان حصل حاجة تانية. لكن هو ده النادي الاهلي ايمن. انت النادي الاهلي كل واحد دي منظومة كبيرة او بسرعة كده. واللي بنجح المنظومة دي كل واحد عارف انا ايه دور في الحتة دي. عشان كده هو النادي الاهلي كده. صحيح.